حضراتكم تشكيلة منتخبنا الوطني سريعا ناخد رأي نجومنا في الستوديو عن التشكيلة وازاي هيلعب يعني ممكن هي الشكل اربعة تلاتة تلاتة لكن ممكن الشكل يبقى مختلف من خلال تقسيمة اللعبة بقى جوه الملعب بطريقة او خطة مختلفة الشناوي في حراس المرمى فتوح رامي ربيعة ياسر ابراهيم عمر جابر النني حمدي فتحي والسلية في نص ملعب تريزي جي عمر مرموش ومحمد صلاح دي تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية ان شاء الله كل التوفيق ليهم كل لاعب ان شاء الله يقدر يعمل كل اللي هو عليه عشان نوصل لبر الامان في هذا اللقاء كابتا الكمون هارجع وكمل مع حدك وبرضو تقول لي رأيك في تشكيلة منتخبنا الوطني لا احنا اتكلمنا طبعا على الاداء والكلمنا عن النتيجة والمكسب بقولنا هيديك ارتحاء شوية وثقة ان انت تلعب قدام منتخب سينغيال تصنيف اول لعيبة محترفين كوالتي بتلعيبها على اعلى مستوى فهتقدر انت هيكون عندك ثقة شوية في المباراة التانية تشكيلة المباراة النهاردة انا اتكلمنا في شناوي فتوح ربيع ياسر عمر جابر نيني حمد فتحي سلية ترزيجي مرموش صلاح 4-3-3 دعا الورق لكن ممكن يكون فيه ادوار لعبين داخل الملعب بتكون مختلفة شوية ممكن يلعب ب4-3-2-1 بمعنى ان انت ممكن تلعب بترزيجي وصلاح تحت ومرموش كراسة حربة صريح يقدر ان هو يضغط على كلبالي محمد صلاح يضغط ضغط عالي مع ترزيجي ده ممكن كيروشن يكون حطه في دماغه او سيناريو من دبن السيناريوات اللي حطيتها ودي حاجة كويسة ان كلبالي او قلب الدفاع لمنتخب سينغيال عندهم مشكلة لما حد بيضغط عليهم بيلعب اللونج باس وشفناها في المباراة الاولى فالنهارده التشكيل الى حد ما كويس يعني احنا ممكن نتكلم بقى في قلب الدفاع مع ياسر ابراهيم ورامر ربيع ان هم مليعبوش كتير مع بعض لكن نتمنى لهم التوفيق بعد المباراة ممكن بقى نشوف حالتهم ونقيمهم بعد المباراة